السيد محمد من الشرقية تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ربيت يا فندم أهلا وسهلا أنا حضرتك كلمتك من الأسبوع اللي فات على كاردل كاردل بيتيلو وحضرتك ولكي أتكلم من الدكتور طارق وما ردش والدكتور طارق لحد الوقت ما ردش عليا أعرف الأسبوع اللي فات أنا فاكرك كويس الأسبوع اللي فاتك كان يوم من الأربعة ثواني والخميس كان الأجازة الرسمية كل سنة وأنت طيب والجمعة أجازة صح؟ ولا أنا غلطان صح النهاردة الحد احنا كلمنا الدكتور طارق سليمان ودينا له المشكلة هو بيتبحها مع البنك خلي بالك أن قاردل بيتيلو أكتر من طرف يعني وزارة الزراعة والبنك الزراعي فما تقلعش يعني احنا اللي بنتابع كمان ومش سكتين ومش ناسيين ولا المسؤولين ناسيينكم أنا حكيت لك أهو قلت لك أنت تكلمت إمتى وإيه اللي حصل بعده ايوة صح جدا صح يا فندم بشكر حضرتك وده ده مثال حي أهو على الهواء قبل المداخلة دي أنا بقول صوتكم ورسالتكم واصل دخل المداخلة لحج محمد أهلا وسهلا كلمتك الأسبوع اللي فات وقلتلي هكلم الدكتور طارق سليمان حصل أنا ما أنكرتش بس حصل إمتى وطوله حصل يوم الأربع في أجهزة رسمية وإيه الإجراءات وفيه متابعة مع البنك الزراعي على فكرة بقى التواصل ده في حد ذاته حلل المشكلة ليه؟ المزارع ممكن يبقى أو المربي قاعدة الآن مش عارف إيه اللي مستنيه هو عايز فلوس مستنيها بتاعة قرد البتل له عشان يشتغل وعشان يربي عشان هيروح ينزل يشتري مواش على فكرة ده ممكن يكون حجازها طب أقولك على حاجة تانية هو ممكن يكون جابها عنده خلاص في الحزيرة بتاعته خدها من واحد من المربيين وقال له ده أنا هصرف وهجب لك حقها بتحصل فهو ليه حق يبقى الآن لما يحس إن رسالته وصلت للمسؤول وبيتابع معاه هيشتغل وهو مطمئ